سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله لأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنب يفرفر لي في النهولة أكفرت النوم الأولى هذه الصيرة سمى صيرة تسمى صيرة الاستغفار ده سيد الاستغفار يعني ده أفضل ما أستغفر بي سيد الاستغفار طيب وبالنسبة للعين إزاي أعرف برضو أن أنا مصاب العين أو أن حد من ولادي مثلا مصاب العين هل هي نفس العلامات هي نفس العلامات يعني علامات السحر مهما كان شديد نفس علامات العين آه يشعر بها أنه متألم منه يعني غير طبيعي فهو في هذه الحالة يتجه إلى الله والله سبحانه يحب أن يتجه إليه العبادة ويحب أن يسألوه ويقول ادعوني أستجب لكم ادعوني أمر لنا بالدعاء أستجب لكم وعد من الله بالإجابة فقد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة فليس علينا إلا أن ندعوه الله إذا سألت فاسأل الله يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة ويقدم دعاءه ليكون مقبولا بالصلاة على رسول الله ويختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى لا يرد الصلاة على حبيبه ومصطفاه فهو أكرم من أن يرد ما بينهما بدأت قبل أن أقول يا ربي اقضي للحاجة الفلانية أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل الصلاتين وأكرم من أن يرد ما بينهما أنا لو عايز أعمل كده رشدة كاملة أصلي ركعتين الأول لله وبعدين أدعي بعديهم وأبدأ الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهي الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط ويقول أدعو أنت موقن بالإجابة مؤمن بأن ربك سيجيبك لأن الله وعد وقال ادعوني أستجب لكم سبحان الله ادعوني أمر أستجب لكم وعد والله لا يخلف المعد سبحان الله ومن هنا كان الدعاء عبادة في حد ذاته وفي حديث يقول الدعاء مخ العبادة والله لا يرد دعاء أبدا سبحان الله بس أحيانا يحقق الدعاء المطلوب الذي طلبه الإنسان وأحيانا كان مكروه سينزل به فبسبب هذا الدعاء يرد مكروها كان سينزل به وأحيانا لا يرد مكروها ولا يحققه ويدخره له في الآخرة سبحان الله يعني الدعاء ممكن يرد القضاء نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة